السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وإياكم طبعا بعد ما تعلمنا احنا كيف نستخدم البيثون جانجو كيف نشغلها كيف نطفيها لما نكون بعيدا عن حاسبة هذا الأمور كلتها تعلمناها شي بسيط الآن اجي جزء احنا بعد ما عملنا مشروعنا في داخلها بروديكت الآن نجي لمن للموديل الموديل احنا نعرف كل زين انه إلا علاقة بالداتابيس فبالتالي الكلاس اللي هنا يعتبر هو جدول في داخل الداتابيس كل اللي يحتاجه اصنع الكلاس وهذا الكلاس مثلا اسميه بالكاتي جوري تمام واجي اعمل قوسين هنا حتى اعرف انه هذا الكلاس هو موديل اللي يحتاجه هنا اشي اقول له اقول له موديلز دوت موديل اللي هو خلي نقول ار قبل انسوي الكاتيجوري ويرا منت هنعمل هنا كلاس اللي هو البروديكت روديكت تمام وهذا الكلاس البروديكت رح يكون عبارة عن موديلز دوت موديل تمام بهذه الصورة نقطتين وتنزلي جوا وداخلها تعرف شنو الجداول اللي انت تحتاجها مبدايا احتاج كل منتج يكون عنده اسم فبالتالي اكتب هنا موديلز دوت واختار هنا تشار فيلد وقوسين مالتا في داخل القوسين اقدر احدد خصائص الشار فيلد اللي رح يكون موجود في التابل يعني هذا العامود شنو الخصائص مالتا على سبيل مثال ممكن اقول لها ماكس لينكس يعني طول الكلمات اللي تكون بيها مثلا ميتين ممكن اقول مبدئيا اذا هو مضاف اي شي فاذا المستخدم مضاف اي شي اش رح يكون حالته رح يكون فراغ انت ضيف مكان فراغ اذا مضاف نفس الوقت ممكن انه انبه انه اذا في حالة انه هذا الحقل منملة مفروض انه ما يكون بلانك بلانك يعني انه ما ضيفين اي شي بيها يعني في كل الاحوال انت ضفت او مضفت اذا ضفت فما يصير تجاوز اكتر من ميتين حرف اذا مضفت الديفولت يعني شنو رح اترك هنا فراغ طبعا هنا مثلا اذا اكتبت اس اس ما رح يضيف اس اس اذا انت مضفت جي بس انا رح اضيف فراغ البلانك شنو يعني يعني لا تخليه فارغ دائما يكون مليان فالبلانك لما تسوي فولز ما رح لازم يكون مليان هذا الجزية خلينا نجيب هذا اوبس خلينا نجيب هذا الشكل like this هذا بالنسبة المن هذا بالنسبة للنيم طيب احنا هنا كل منتج وعند تبه بايثون حساس للمسافات كل منتج لازم يكون عنده شنو وصف description بعذا الصورة description ما راتنا ش رح يكون هو ممكن يكون سطرين ثلاثة يكتب عن المنتج هذا فبالتالي char field ما رح يفيدنا رح يفيدنا منو text field text field اهنانا نقدر نقول انه اقصى كلام يكون الف حرف اكثر من هذا ما تقبل default نعم اذا ما اضاف فخليها فرغة لكن ما تكون بدون كلام يعني لازم يتضع شيء اما تضع نص فرغ او تضع نص اما فراغ واحدة ما يصير اكيد كل منتج لازم يكون عنده السعر وهذا السعر خلينا اخذ ايضا copy مننا اذا تنعاد هيا خلينا نقول هنا price اللي هو السعر والسعر اكيد يكون رقم فتكست ما رح يفيدنا ولا الشار هنا عدنا شنو decimal field بمعنى انه يكون الرقم كسري يعني خلينا نقول 500 فاصلة 3 اوكي 600 فاصلة 4 هالشكل كسري يتكون هنا اش احتاج احتاج انه احدد بعض الامور خلينا نقول هنا max digits شوف لاحظ هنا max digits يعني اقصى رقم ممكن يتكون من 7 رقم تمام خلينا نقول هي 7 رقم انت عندك المليون 3 اصفار و1 هاي 7 خان اخذ اضافة لذلك ممكن اضيف ايضا decimal places decimal places شنو بعد الفارزة مثلا 1000 فارزة كم رقم تريد بعد الفارزة ممكن اقول انه رقم يكفي بالتالي اذا هو مضاف السعر فانت مبدئيا تقدر شنو اذا مضاف الشخص السعر مبدئيا تقدر تنطيل صفر تمام صفر يعني هو محددة فهذا الشكل ممكن عدنا ايضا شنو عدنا النوعية مات هذا المنتج اللي احنا نسميها بالانجليزي براند تمام البراند ايضا رح يكون هو تشارفيلد والمكسيمم مالتا ايضا رح نضيف ل200 default يكون فراغ والبلانك مالتا رح يكون شنو يكون false ايضا نحتاج انه نضيف لشنو نضيف لكاتيجوري طبعا كاتيجوري شنو قصدنا بها يعني النوع مات المنتج التصنيف مالتا خلي نقول هو من اجهزة اللابتوبات او غذائية وهكذا فنان رح يكون عندنا category ايضا رح يكون هو عبارة عن شارفيلد المكسيمم مالتا ممكن يكون يعني 40 على سبيل مثال default يعني ما نحتاج نحن default بس لكن رح نحتاج شيء اخر انه الكاتيجوري مالتا ايش رح يكون يعني لازم يكون على سبيل مثال اختيارات تمام فهنانا نقول choices الاختيارات مالتا شوف انت ممكن تضيفه هنا وممكن تعمل لك class مستقل يعني شلون هنا مثلا تجري تعمل لك فد class جديد هذا اسم category طيب هذا الclass category هو ايضا رح يكون عبارة عن models dot model حوضح لك طبعا هو ما رح يكون موديل لانه لازم يكون choices فنقول هنا text choices اللي يوانضيف من الاختيارات يعني عاسب بمثال انا عندي خلي نقول هي عبارة عن شو نقول computers تمام باذا الصورة او ممكن يكون عندي بضائع عبارة عن food او foods مثلا ممكن او ممكن ايضا تكون هي عبارة عن شي اخر يعني خلي نقول هنا البست اطفال kids و الى اخر يعني تقر تضيف اللي تشوف ها على سبيل مثال home منزلي اشياء منزلية تدخل في البس صح للا امازم بها اكثر من شي ممكن انه تدخل فيها فممكن تضيف 4 خيارات خمس خيارات فانت حر ممكن يكون مثل الامازون او علي بابا ممكن تلقى بها اي شي صح للا المهم طيب هذه الاشياء كل واحدة بنعدها انطلة مسمة يعني مثلا computers راح سمي هنا computers تمام بهذه الصورة و عندنا على سبي مثال food food عدنا هنا مثلا kids عدنا هنا مثلا اللي هو home زي فهذه راح تكون هي الاختيارات هنا اقدر استخدماني يعني هنا اجي اقول اسم الclass اللي والك category تمام dot عندي choices فهذا راح يطلع لي فقط هاي الاختيارات مايسمح لي انه اضيف عليها فالشكل يكون لي ارتب زين الان احنا عدنا شنو عدنا ال product بعدنا ما مخلصينا لين ليش ال product ايضا بها شنو ممكن نضيف وياها ال rating تمام شايفين مرات يصير فيها تقييم rating هو تقييم مالتا فالتقييم مالتا ايضا ممكن يكون هي decimal يعني هي ارقام فنقدر ناخذ هذا هنا ونقول لها rating تمام بهذه الصورة او writings على سبيل مثال ايضا راح يكون هو decimal ال rating مثلا ما يجاوز عن ثلاث ارقام وهنا تكون بها فواصل بعد الفارزة رقمين فقط يكون وبه هذه الصورة عدنا ايضا ممكن نستخدم stock هذه ايضا موجدة في ال e-commerce وهنا نختار ل integer field وممكن تضيف لخصائص غرة بس ارح اكتفي بال default اذا ما اضف اي شي فراح يكون قيمة مالتا شنو صفر and created at اللي هو حق الخاص بالتاريخ اللي لازم اعرف بيا تاريخ تم اضافة هذه البضاعة مهم عندي جدا اللي هو date time field واقدر اقول اهن اوتو اوتوماتيكيا يضيف اوتو اد ناو يعني اول ما يضيف المنتج رأسا يضيف التاريخ مالتا الحالي اللي يتم اضافتها اضافة ذلك مهم عندي انه اعرف منه الشخص اللي اضاف ه حتى اقدر اتعاقب المنتج فاقدر اقول له هنا مثلا user model ال dot forian key field زين forian key field اوكي اهنانا شي يقول لي اختار لي الموديل اللي انت رح تعتمد عليه الجميل بت جانجو انو انت عندك ال authentication user model اوتواتيكيين هي موجودة من ضمن الجانجو فاقدر اقول له هنا تعتمد على user model تمام فهنا ننزل لي جو اشوف هذا user model اوكي الان رح اقول لك شون رح نجلبه فراح اعتمد اني على user model and on delete لما انا امسح هذا product اوكي on delete لما امسح هذا product امسح اليوزر او لما امسح اليوزر امسح المنتج مالته هذا يقول لك شون الموديل مالتك on delete يعني اذا مسحت اليوزر امسح المنتج هم انت اذا تريد تحافظ على المنتج ما تريد يمسح فما ينفع cascade cascade شون هو اذا حذفت اليوزر معناته هذا product رح ينحذف اوكي يعني محمد عنده 10 منتجات ناشرة في الموقع مالتك وصدفة انه محمد حذف الحساب مالتك هل تريد المنتجات ايضا تنحذف يبقى فتقول set null set null هنا product ما رح يكون الا علاقة باليوزر ماشي هنا عندك شنو ايضا ال related name ال related name ما نحتاجه بس نستعين بالنول هنا يعني مين ترك فراغ فنقول هنا شنو null true زين فبال صورة انت تكون خلصت ال product يبقى شنو اليوزر احنا نسترد اليوزر django dot contribute أو contribute dot auth dot models تمام dot او رأسا نقول import user بيها الصيغة نقول save الان انت عندك ال user تمام ما بيها مشكلة هذا هنا عندك error اللي هو models تمام ف لازم نصحح ها شف هذا هنا صار مرتين يوساوي هذا نقدر نحتف تمام هذا الشكل يصير modules dot for your key فبهال شكل يكون انت عندك ال product جاهز المodule ما عندك ال product جاهز ما عندك اي شكالة يبقى عدنا شنو يبقى عدنا انه نعمل المigration تذكرون هنا احنا قلنا ليظهرنا هذا الشي هذا لانه في عدنا migration files بعد ما عاملين الها migrate بس قبل ان نعمل ها migration خلن وقف هنا المشروع قبل ان نعمل migration نحتاج شنو نحتاج نعمل migration file اللي هو python لان احنا كل ما نصنع model جديد او نعمل عليه تعديل مفروض من عدنا شنو انه هنا رح اقول عني python 3 بس windows python manage dot pi manage dot pi زين make migration طبعا الدرس python المفروض هذا الشي تعرفون ارجو اقول تحتاج تدخل django الاعتيادية بعدين تدخل lapi واني اشرت بالفيديو الاول فنضغط هنا نقول enter الان نلاحظ انه صنع لنا file خاص المغرات وهنا هذا جاهز يروح لل database تمام فعند ك بعض اخر هم رح تروح اللي هو admin وال auth و ال اخر فشنو نحتاج ايضا python manage .py هل ما رح شنو migrate وسكيد بدون make بهذا الصور رح يكون فهذا رح يعمل migration بالكامل طبعا python مبدئيا اذا شاف انت ما عمل اعدادات مات database بالتالي هو رح يخزنها في داخل SQLite SQLite ايضا database تمام فهنان احنا نشوف انه كل شي تمام ما لدينا اشكالات و نجحة العملية فاذا قلت له هنا python manage dot pi and run server نقول لاحظ دي يشتغل بدون اي تحذير مسبق هل تذكر التحذير السابق ما يظهر لاحظ still working فهذا الشكل يكون احنا ضبطنا الامور وكل شي اصبح ممتاز ماشي خلينا نوقف هنا نكمل لكم درس القادم مع السلامة شكرا